هو التدبر كده سبحان الله أبو موسى الأشعاري كانت له كلمة جميلة قوي كان بيقول إيه كان بيقول تدبر القرآن كمضغ الطمرة كلما مضغطها وجدت حلواتها الطمرة فيه واحد يأخذ الطمرة كده يعني زي احنا بالقونا عندها في مصر يزلطها كده فده لا يشعر بطعمها فبيقول أبو موسى الأشعاري إيه إن الطمرة كلما مضغطها كلما أخرجت ما فيها من حلاوة فأنت تتذوق هذه الحلاوة تكراري الآيات كده علشان كده النبي آمن ليلة كله بآية واحدة يرددها النبي ما كانش الهدف الأساسي عنده أنا هخلص قد إيه الهدف الأساسي أنا قال بتحرك ولا لا أنا عقل تحرك ولا لا أنا بدأ نتحرك للعمل ولا لا هو ده الفهم الصحيح للقرآن النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بابن مسعود فيقول يا ابن مسعود اقرأ عليه فيقول له يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال له آه إنني أشتهي في حلاوة إنني أشتهي أن أسمعه من غيري قال فقرأت عليه من صورة النساء حتى وصلت إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة قال نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عينه تزرثان وصل هنا لمرحلة إن خلاص وعي وتدبر وفهم أعقب هذا الفهم وأعقب هذا التدبر رقة القلب ودمع العين دل إحنا محتاجين أن نوصله إحنا محتاجين بالفعل يعني يا إخواننا الله يبرك فيكم الله سبحانه وتعالى ما قال في كتابه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيته زادتهم إيمانا سؤال إمت أخر مرة سمعت القرآن ازددت إيمانا إمت أخر مرة قرأت القرآن ازددت إيمانا لن يصل الإنسان أبدا لهذه المنزلة إن إيمانه بيزيد من سماع القرآن أو قراءة القرآن إلا إذا كان هذا بالتفهم إلا إذا كنت بالفعل فاهم إلا إذا كنت بالفعل متدبر لآيات الله سبحانه وتعالى أما الإنسان اللي بيعد على القرآن كده عمره ما يفهم أبدا وقال حذيفة رضي الله عنه وبيوصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ القرآن ازاي قال قام النبي صعصم ذات ليلة فقمت معه فستفتح البقرة يقرأ مترسلة مش بسرعة 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 يقرأ مترسلة وحدة وحدة يقرأ مترسلة لا يمر بآية فيها تسبيح إلا وسبح بصوا لما ربنا سبحانه وتعالى بصوا لللفتة الجميلة دي ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعلى بيقول إيه سبح اسم ربك الأعلى إحنا بنعليه سبح اسم ربك الأعلى الله أكبر ولكن مين فينا في يوم من الأيام وقف مع أول آية وربنا بيؤمر سبح سبح اسم ربك الأعلى مين فينا وقف في يوم من الأيام أو صحيح دي ربنا بيؤمرنا سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى قال حذيفة لا يمر بآية فيها تسبيح إلا وسبح ولا يمر بآية فيها تحميد إلا وحمد ولا يمر بآية فيها ذكر الجنة إلا وسأل إلا وسأل يا رب ارزقني هذه الجنة يا رب ولا يمر بآية فيها ذكر النار إلا وتحوذ يا رب يا رب نعوذ بك من النار إيه ده قرأت كانت كده آه قرأت كانت كده لأنه لم يكن هدفه ولم تكن غايته أنه يخلص صور كتير هدفه الأساسي أنه يفهم أنه يعي أنه يتدبر